وله بعد صيام شهر رمضان المبارك وتغير نمط الحياة اليومية يمكن الرجوع للحياة الطبيعية أن يسبب بعض المشكلات الصحية بعد تعود الجسم والنفسية على فترة الصيام وهذه المشكلات يمكن أن تظهر فجأة دون أي علامات تسبقها كيف من الممكن التعامل مع هذه الحالات الإسعافية رح نعرفها أكثر مع الدكتور بهجة عكروش خصائي في طب الحوادث والإسعاف فتر مبارك ويسعد صباحك يسعد صباحك وكل عام أنتم خير كل عام أنتم بخير دكتور كل عام أنتم بخير زيني يعني بعد شهر رمضان وصيام أكثر من 15-15 ساعة تقريبا الجسم يتعود على نظام غذائي معين وعلى يمكن تغير بالعادات الأكل أو عادات توقيت الطعام مثل ما منقول بعد شهر رمضان كيف يرجع لعاداته القديمة من تنظيم موجبات وكيف يكون ردة فعل الجسم طبعا مثل ما بالبداية نقول كل عام أنتم بخير للجميع وإن شاء الله يكون السنة القادمة أفضل بكتير ما بدي أقول تنعاد علينا كما كانت وإنما تكون أفضل تكون أحسن وبمهمنا من الناحية الصحية كمان أنه الإنسان يحافظ على جسم من الجسمه طبعا لازم نفهم شغلة ومهمة جدا أنه رمضان هو حالة تنظيم للجسم تنظيم لإدخال الطعام وبالتالي تنظيم الهرمونات في الجسم وكيفية تنظيف السموم الموجودة في الجسم هي ليست فقط لحالة دينية ولكن هي من الناحية الأخرى هي ناحية صحية بالمطلق الأخطاء اللي نحن نقع فيها كناس بعد رمضان أنه نعتبر أنه كنا فترة حرمان خلال الشهر ويأتي تاني يوم العيد يبدأ النهم وبالتالي التعويض في الطعام بأطائب الطعام بكل ما فيه في كل لحظة طبعا هذا شيء أكيد بالمطلق هو خطأ وخطأ جسيم جدا لأنه مثل ما تفضلتي أنه المعيدة بتكون في مرحلة خلال الشهر تعودت على نظام معين هذا النظام هو لتدريب الجسم على حالة معينة فنحن لما نجي ندخل فورا نضخمها بالطعام نضخمها بأنواع مختلفة وخاصة بالحلويات والأطعمة للسكريات أنه معظم الضيافات بتكون من هذا الاتجاه مع الأهوة المرة بشكل دائم أكيد هذا الشيء بيعمل خلل وإرباك للمعيدة للإفرازات الهرمونية للإفرازات العصارات المعيدية وبالتالي تؤدي إلى حالة إما التخمة الغازات الكثيرة في الأمعاء وتربك المعوي بتلاقي الواحد بيقول لك أنه أنا حاس حالي متضايق تعبان ما بعرف شو صير معي حقيقة هو نتيجة تناول الشديد أو خليني يقول المتنوع للأطعمة بدون أي حسابات من صباح العيد حتى المساء تلاقي دائما واحد عم يأكل بفقود إن كان عم يعايد أو بيكون عم يأكل يعني هو حالة تعويض نفسي أنه أنا كنت فترة شهر كامل جوعان طبعا هذا الكلام بالبداية نقول لهم أنه أي خلل من هذا النوع يؤدي إلى أمراض معاوية أمراض معيدية يؤدي إلى تخمة يؤدي إلى تعب فكونوا أكثر تعامل بشكل كتير بسيط أن يدخلوا إلى الشهر القادم إلى شهر الإفطار وهو هنيئا مريئا كما يقال لكن يدخلوا إليه بتأودة يعني لحنا لما سيارة بتكون صلى فترة طويلة ووقفة ما فينا نشغل السيارة ونمشي بسرعة أكيد لازم تروي دجا ولازم نظفها ولازم نظفها يدرج في العودة إلى الوظام الغذائي القديم يعني هذا الشيء كتير مهم حتى مثلا الوجبات ما يكتروها لازم مثلا وجبات خفيفة وتكون قليلة ما تكون وجبات كبيرة ودسمة يعني أنه مثلا بيشوفوا العيد وأكلات العيد الشهية بيصوروا مثل ما حقنا بيعكلوا كتير وزيادة عن اللزوم شو بدنا كمان بدنا ننصحهم بفترة العيد هالثلاثة أيام شو يعملوا كمان برأيك قدامهم كمان الخضرة طبعا رح أحكي شغلي أنت حكيتي كتير مهم الكلام اللي عم تقولي وهو يفترض أنه الكل يكونوا مدركينه تماما على نفس المبدأ اللي حكيته قبل شوي ابتداءة من السيارة أنه أنا لازم نرواضجها شوي لازم نحركها شوي 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 يعني أنا ما أجي فورا أنا أكبس البنزين وأمشي لأنه هذا الحكي لسه الموتور ما نجاهز وبالتالي المعدة اللي هو موتور الجسم كمان لسه مجاهز فبالتالي ادخال الوجبات الخفيفة والابتعاد عن الوجبات الدسمة كتير مهم الوجبات الدسمة بشكل طبيعي بالأحوال الطبيعية لما تكون أنت متعودة على الطعام بشكل دائم هي بتكون وجبة ثقيلة على المعدة وبالتالي يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان أو تقسيمها أو تجزئتها فخلال فترة ثلاثة أيام والأيام اللي قادئة اللي بعدها يجب أن تكون الوجبات طبيعية جدا بالحد الأدنى ما تكون كتير كبيرة الشيء الثاني الابتعاد قدر الإمكان عن موضوع الأكلات الكبيرة جدا أو الدسمة البروتينات الزايدة عن اللزوم والدسم الزايدة عن لزوم السكريات بشكل خاص سكريات لأنه الحلويات وإلى آخره من هذا النوع تلاقي دائما واحد عم يأخذه خلال فترة الأفطار وبالتالي هي كتير بتأذي من الناحية أو من الأخرى هي بتأذي جدا المعدة الآن الأسهل على الأمعاء والمعدة هي الخضروات الخضروات مفيدة جدا هي أولا أخف تأثيرا على الأمعاء وعلى المعدة وبالتالي أكثر فيتامينات فيها أكثر الفيتامين سي والكالسيوم إلى آخره اللي نحن نكون بحاجته خلال فترة الصيام فهذا شيء مهم جدا أنه نحن نكتر من الخضرات نكتر من الشوربات من السوائل الشغلات الخفيفة على المعدة الطرية على المعدة اللي ممكن تعمل ليونة بالمعدة هذا المهم جدا هو أكثر من أنه ناكل أكلات دسمة وبتعمل بتصب على الأمعاء وعلى المعدة بشكل خاص وبالتالي بتعمل إزيات وتخمة كبيرة السوائل الشوربات الخضروات وحتى هدول بقدر ما يكونوا بكميات كبيرة لما تكون كميات كبيرة أيضا تحتاج المعدة إلى جهد أكثر وهي بتكون متعودة على كسل متعودة لأنه خلال الشهر بتكون تعودت على كسل معين على فترة معينة تقوم فيها تشتغل فيها مثل واحد متعود دائما كل يوم يظلوا فايق فجأة أنه والله لابدك تنام كتير أو العكس تماما تلاقي الواحد بتخربط نظامه وأنه قادر يكمله بشكل صحيح دكتور يعني كمان البعض عم يعاني من أمراض مثلا أمراض القلبية شو النظام الغذائي كمان ممكن يؤذي أو حتى يمكن الحالة النفسية منعرف نحن هلأ هذا العيد مختلف عن الأعياد السابقة يمكن لأنه نحن بالبيت عدد الزيارات قل فيه يمكن شوية ضغط وسترس عم بتعيشوا كل عيلة سورية فخلينا نحكي عن الأزمات القلبية مرضى القلب أبرز المشاكل الممكن يعانوا منها عوامل الخطورة كيف ممكن حدا يتصرف إذا صار معه ظرف معين طبعا الأمراض المزمنة وخاصة للقلبية يجب الانتباه بشكل طبيعي مو بس بهاي الفترة الانتباه إلى نوعية الطعام طبعا حكينا قبل شوي أبنحكيها بالعموم من أكثر الأطعمة المؤذية للحالات القلبية لها الأكلات الدسمة التي تزيد الكوليسترول ترفع الكوليسترول طبعا كلام بدي أقوله كتير خطير وكتير مهم جدا لا يعني أنه لا نأخذ كوليسترول في كتير في ناس تخطئ بالفكرة أنه أنا ما لازم أكل الكوليسترول أبدا بيمنع الكوليسترول الكوليسترول أساسي جدا بنمط الحياة الطبيعية وبالتالي كثير من الأمراض تعتمد على نقص الكوليسترول نقص الكوليسترول بيصرفي عندنا أمراض أخرى كنقص الفيتامين دال والكلس وإلى آخره التي تؤدي إلى إصابات وإلى أمراض وإلى آلام إفصالية وعظمية فبالتالي يجب أن أخذ كوليسترول الأطعمة التي فيها كوليسترول لكن بالحد الذي يجعل الكوليسترول طبيعي في الجسم ما أمنعه بالمطلق ولا أن أزيد في الطعام الكوليسترول أو الأكلات الدسم بشكل خاص في ناس تأكل دسم ما بيقدر إلا أكل كذا وبالتالي لأن المصابين بأمراض قلبية يجب التخفيف قدر الإمكان من الأطعمة التي فيها كوليسترول وفيها ذهن زايد عن اللزوم لكن لا أمنعه وهذا أؤكد عليها ما أكل لكن ما بمنع بكميات قليلة لكن لا أمنعه أطلاقا لأنه نقصه يؤدي إلى أمراض أخرى فبالتالي المصابين بأمراض قلبية يجب الإبتعاد عن الأكلات الدسمة لقدر الإمكان يجب الإبتعاد عن كميات الطعام الزائدة يعني أيضا يجب أن يقسموا وجباتهم دائما تكون وجبات خفيفة تكون وجبات على قدر معين بحيث ما يصبح تخمي على المعدة وبالتالي تحتاج إلى جهد زايد لأن حالة الهضم تحتاج إلى عملية ضخ دم أكتر باتجاه المعدة حتى تهضم هذه الأطعمة فكلما احتاجت المعدة ضخ أكتر من الدم إذا صار في عنا جهد أكبر على القلب كلما زاد جهد على القلب أكتر إذا كان القلب ضعيف أو متعب سيكون مرهق وبالتالي سيصاب بالجلطات أو يصاب بالخسرات الدموية أو بالقصور أو بالتعب حسب الحالة المصاب فيها أو حتى اللي عندهم ضغط كمان أيضا بيزيد عليهم حالة التوتر على القلب وبالتالي تؤذي هذا القلب إذن ابتعاد على راكلات الدسمة ابتعاد على التخمي وتقريل الوجبات الطعام بحيث يتناسب بشكل خفيف تكون موزعة تكون خفيفة قريب للخضروات أكتر تقريل كميات الدسم والسكريات طبعا مع أيضا هذا الشيء اللي ممكن يحمي مريض القلب دعا خلينا نتعرف أكتر كيف علينا التعامل بطريقة إصعافية مع اللي عم يعانوا من مشاكل تنفسية بدنا نحن طريقة إصعافية وكتير عم نسمع هلأ مثلا أنه واحد عم يضيق نفسه في واحد مثلا يعني العالم عم تعرف كيف مسلا تأسعافه خلينا نتعرف بالطريقة الصعب هلأ موضوع ضيق النفس للأسف هو موضوع ضخم جدا وكبير جدا النقاش فيه بدك تشوفي المسببات يعني دائما العلاج لا يكون بالشكل وإنما يعالج بالسبب السبب اللي مؤدي إلى هذا ضيق النفس يعني ترى هل هو تشنج قصبي هل هو نقص أكسجين هل هو ضغط مرتفع هل هو التهاب رئوي هل هو وزمة رئوية إلى آخر التاريخ الإصعافية بتختلف من التشنج طبعا من كل واحد لكن خلينا نأخذ هلأ الأكثر شيوعا هلأ في عنا شغلتين اللي نحنا منخاف منه أو مو منخاف منه نقول هلأ الموجة متواجدين على الأرض هلأ أكثر من وقت تاني في عنا حالة نفسية وكثير من الحالات بتلاقي ضيق النفس ناتج عن بيقول لك دائع أنا ما عمد أخذ نفس أنا كثير ضايق نفسي هي بتلاقي على غالب في حال التوتر نفسي بالموجود الموجود التوتر نفسي يؤدي إلى ضيق نفس ويؤدي إلى ضيق نفس وبشكل كتير كبير أحيانا لكن هذا مجرد أنه أنت تخرجي خارج المكان اللي أنت فيه مع شوية تغيير جوا ومع تهديئة بسيطة جدا يمكن أن تذهب لكن ضيق النفس الأكثر خلينا نقول اللي هو امراضي اللي هو ممكن يكون نتيجة تشنجات قصبية نتيجة قريبات اللي موجودة اللي بتأدي إلى زيادة الماء في الأسناخ الرئوية ما بتعود تتوسع وبالتالي تأخذ أكسجين كافي بيحس الواحد أنه نفسه دائع فطبعا هذا أهم شيء هو إعطاء الأكسجين لأله دائما هدول النوعيات هو إعطاء الأكسجين وخاصة البيوت اللي فيها يعني مرضى أو ناس هن معرضين لنقص الأكسجين أو نقص الأكسجين خلينا نقول نعطوا رذاز نازم نحط دائما رذاز نحط سواند أكسجين موجود بشكل دائم إعطاء الأكسجين هو الدواء الأول طيب اللي ما عنده مثلا بالبيت الرزاز أو الأكسجين اللي ما عنده طبعا تهوية البيت إخراجه من منطقة مغلقة يمكن يكون على الغالب بحالة ببيت مسكر خاصة الأيام كان البرد والأحلق الساعة نحن عايشين بالبرد مسكر البيت في حالة ضغط خاصة إذا كنا مشعلين صوبية كتير بتستهلك أكسجين الزيادة عن اللزوم فبيكون فيه نقص بالأكسجين لما يصير هاي الحالة أهم نقطة أنك أنت تطلع تهوي المنطقة اللي انت فيها أو تخرجي إلى مكان يكون فيه تغوية نظيفة طبعا ما نكون نحن تتير مشاوبين ونطلعوا لمكان تتير بارد هذا الحكي كمان بيأزي أكتر بيعمل تشنج بالقصبات أكتر فالمطلوب مننا بهيك حالة نحن أنه نطلعوا إلى مكان مهوى أو البيت نفسه نحن نفتح الشبابيك نفتح البواب حتى يصير في تبادل هوائي نعم دكتور كمان في عنا هيك قبل ما نختم سريعا نمر على الضغط والسكري كمان كتير من الأمراض الشائعة بالمجتمع وخلينا نحكي كيف ممكن تكون الخطورة بعد شهر رمضان والعودة لنظام الحياة الطبيعي طبعا دائما الطعام الزائد أو إدخال الطعام الزائد أو الطخمة مثل ما حكي نقبل شوية كله مطرابط مع نفسه بيأدي إلى طلب من القلب وطلب من الجسم زيادة التروية بتلاقي اللي زائد بعد ما نأكل شو بيصير معنا نبرد ليش نبرد لأنه معظم الدم بينسحب الأطراف بيروح باتجاه المعدة يحتاج القلب أن يوجه الدم وتتقبض الأوعية والشرايين باتجاه المعدة لحتى تبعث الدم لهذه المنطقة هذه المنطقة أنت يزيد الضغط على القلب يزيد الضغط على الشرايين لأنه تذهب باتجاه معين هذا الحقيقة تتشنج الشرايين إذا كان الشخص معرض بشكل طبيعي لخسرات دموية مع ارتفاع الضغط مع زيادة الجهد والتعب تؤدي إلى إصابات قلبية وإلى تشنجات وإلى حالات من الجلطات أو الخسرات الدموية اللي نحن منقول عنها اللي ممكن تعمل احتشاءات في القلب وبالتالي تعملنا ضغط زائد حتى على حمولة الجسم نفسه على الأكسجة تبعه لأنه كمان عم يصير في استهلاك أكسجين كامل كتير كبير ودائما غزاء الجسم والأكسجين بيجي عن طريق الدم بيخف الدم بهذه المنطقة نقص الأكسجين وبالتالي بتلاقي الواحد عم يدوخ بسرعة بيتعب بسرعة لأنه ما عد فيه طاقة أبدا عم يأخذها وبالتالي ممكن من جهة يرتفع الضغط وبالتالي هاي وصلنا إلى احتشاءات وإلى جلطات اللي نسميها بالعمية ومن جهة تانية تؤدي إلى خمول إلى تعب إلى إرهاق الجسم بسبب نقص الأكسجين اللي ناتج عن نقص الأكسجة ناتج عن نقص ضق الدم باتجاه الأطراف وباتجاه الدماء كثير من النصائح من نسمع مثلا ما تتعشوا العشاء قبل النوم مثلا بساعتين لازم نشرب سوائل ممارسة التمارين الرياضية شو ممكن تضيف عليها؟ طبعا هذا صح بالمية مية دائما موضوع العشاء اللي بتأخر لأنه ممعقول أنا نام وأنا معدتي عب تشتغل تمام والشي عم ما يريح والشي عم ما يشتغل فبالتالي اللي أنت متسطحة جوة بغرفتك وبردت ضوجة كتير كبيرة لا يمكن ترتاحي بنومتك أو تستقري بنومتك نفس الشي عنده أنت بدك تنامي والمعدة عب تشتغل وكل الأجهزة عب تشتغل سيكون فيه إرباك بهذا الاتجاه لذلك التخفيف قدر الإمكان تمام يعمل لك عصر هضم إلى حتى تعب لأنه أنت عم تعكسي فيزيولوجيا بالجسم عم تعكسي ما بين الراحة وما بين أنك أنت فيه شغل من جهة ثانية لازم تكوني على الأقل عشاء خفيف وليس عشاء كبير أبدا دائما بيقولوا افطار فطور الأغنية وتعش عشاء الفقير بما معناه أن الصبح كثر الأكل والمساء خفف الأكل حتى لما ينام الجسم أنه فترة المسائية وحكيناها بحلقات سابقة هي الساعات البيولوجية بالليل الجسم بحاجة إلى التخلص من السموم وليس أن نعطيه سموم زائدة ونعطيه شهد أكبر حتى يعمل لذلك تخفيف أطعمة تكون سوائل بسيطة حتى بالسوائل لا يكتر بالسوائل هناك أشرب بالليل وخاصة برمضان كانت أنه يصير يشرب بالليل بالعكس هذا يأذي ويعطشك أكثر ويتعبك أكثر نعم دكتور يعني ختمة مسك مع هالنصائح اللي عطيتنا ياها نتمنى من الكل فعلا يرجعوا على الحياة الطبيعية ونظام الغذائي المعروف بمجتمعاتنا باعتدال دائما والحفاظ على رياضة أي نوع منها لو المشي لنص ساعة يوميا شكرا لك دكتور وكل عام وانت بخير مرة تانية وانت سعلي شكرا كتير وشكرا لوجودك معنا ينعاد عليك بالخير والسعادة شكرا لك شكرا لك